ليه بقى تحدثت كثيراً بحماس عن كريم فؤاد في بداية الحلقة النهاردة؟ عشان أقول حاجة بعدها أنا هتكلم عن كريم فؤاد بحماس وأقول إنه عمل حاجة رائعة 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 جماهير النادي الأهلي طبعاً تقعد تغني بقى وتقول كريم فؤاد كريم فؤاد وتفرح بيه جداً الجهاز الفني يفرحوا جداً بكريم فؤاد لعبهم كريم فؤاد بقى اللاعب نفسه تبقى رجله على الأرض لسه بدري لسه بدري الناس بقى اللي حطت صورتك النهاردة مع محمد بركات الناس اللي حطت صورتك مع فالفيردي الناس اللي كل ده سيبي الناس تفرح بيك زي ما هي عايزة أنت كريم فؤاد تبقى عارف أنت واقف فين لسه المشوار طويل رائع لعب رائع وإن شاء الله يبقى أحسن من كل الأسماء بس هو يحط رجله على الأرض لو طار هيطير زي اللي طار فلازم هو بس إيه يركز ويبدو من شخصية اللاعب أنه مش من الناس اللي بتطير دي أنه رجله هتبقى على الأرض إحنا نفرح بيك ونقول لعب رائع لعب رائع طبعاً للنادي الأهلي ويبقى رائع بإذن الله المنتخب مصر لعب رائع هو تبقى لجل على الأرض عشان في ناس يتقول لك إيه يا عم يهدو شوية ما تبدوش تقوله أنه هو لعب عظيم ولعب كبير يقوله للجماهير ويقوله الإعلمين والصحفيين ما تقولوش كده خالص لا إحنا منقول اللي إحنا شايفينه ما إحنا منقول على محمد صلاح لعب عظيم وعبكري ورائع محمد صلاح بيبطل يبقى عظيم ورائع وعبكري ويعمل كل حاجة كويسة في الكرة هيفضل مكمل بس ده عشان عقليته كده إحنا عايزين نعيبه كلهاته وعقليته كده إحنا هنشيت بيك بس إنت تقول لا أنا لسه ما وصلتش لحاجة أنا لسه فضلي كتير قوي أنا لسه محتاجش تغل كتير قوي عشان أبقى واحد من النجوم الكبيرة في تاريخ الكرة المصري لسه بدري لسه لسه كتير سوء لعب رؤية جدا اشتركوا في القناة